إلى ميناء العقبة جنوب الأردن يتوجه علي ورفيقتاه إلى سفينة لوغوزهوب أكبر مكتبة عائمة في العالم بهدف الاطلاع على آلاف الكتب والمؤلفات العربية والأجنبية القادمة عبر البحر هي فرصة نتعرف على تقافات الناس الثانية كتب من بلدان أخرى من نمي نوسع فكرنا تجربة جديدة وموضوع أن يكون أكبر بوكفير عائم على وجه الكرة الأرضية موجود بلعبة شيء كتير حلو حاول نشوف أدف محتوى عربي على هذه السفينة قيم إنسانية حملتها السفينة المهاجرة طوال العقود الماضية بزيارتها لمائة وخمسين دولة حول العالم وبائها الكتب والهدايا بأسعار رمزية يسعى الأردن لاستغلالها لدعم سياحته وهويته المعرفية من خلال تزويدها بالكتب الأردنية في ختام زيارتها بعد أسبوعين هناك العديد من الميزات الثقافية الميزة الأولى هي ما تحملها من الثقافات المتعددة سيتم إهداء أكثر من سبعين عنوان تحمل كتب وإصدارات من معارف وفلسفة ولكافة مشورات وزارة الثقافة لكي تعرض وتجوب هذه السفينة في رحلتها حول دول العالم زيارة سفينة لوغوز هوب لا تقتصر على حملها لآلف الكتب العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية في مكتبتها بل تحمل أيضا رسالة التعايش والعمل التطوعي بين طواقمها القادمين من شتى بقاع الأرض في مكتبتنا خمسة آلاف كتاب وعنوان ومائة ألف في السفينة ولدينا أيضا أكثر من سبعين جنسية من المتطوعين الذين يسعون لإيصال المعرفة ونشرها أينما وقفنا لتعزيز التبادل الثقافي كما تقدم السفينة لزوارها ندوات وصورا فوتوغرافية مجسمة تحذر من أخطار تناول المخدرات والإتجار بالبشر والزواج والأيدز سعيا للتغيير وتعزيز السلام إذن هي أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو هنا تحمل آلاف الكتب والمواضيع الفكرية والألمية والفنية والاجتماعية جمعت من مائة وخمسين دولة عربية وأجنبية لتشكل حركة وصل وتبادل ثقافي بين الشعوب حيدر العبدالي الحرة العقبة